زي ما تبعتم امبارح الأصداء الكبيرة على انضمام مصر أو دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس الاقتصادية اللي بتضم طبعا الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بالتأكيد قرار زي ده هيكون ليه أبعاد اقتصادية وربما أيضا أبعاد سياسية في الفترة اللي جاي امبارح في التاسعة نقشنا مع الزميلة شفك المنهيري وخبراء الاقتصاد النتائج الإيجابية لعضوية مصر في البريكس وانعكستها على الاقتصاد المصري مستمرين مع حضراتكم النهاردة كمان في فهم وتبسيط خريطة الاقتصاد الجديدة اللي بتعيد مصر تشكيلها في علاقاتها الدولية بعد الانضمام لبريكس معروف ان مصر بتعتمد في سياستها على التعددية في العلاقات والموازنة والموائمة المهم برضو ان انضمام مصر للمجموعة زي ما هيفيد نحن هيكون مفيد برضو للدول الى اعضاء خصوصا ان قيمة مصر واثقالها السياسي والاقليمي ليه اوجه كتير جدا وعلى رأسها طبعا قناة السويس اللي بتعتبر اهم شريان ملاحي في العالم طيب انعكسات ده ايه على علاقتنا الاقتصادية العالمية وعلى دول المجموعة كمان ايه اللي هيختلف في علاقتنا الاقتصادية بالمحور الغربي ومجموعة الدول السابع بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس لا افراجات امام مصر من الواضع الهدم اعطل الهدم